أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتنمية وتوطين وصناعة السيارات في مصر مشيرا إلى إطلاق الستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تشمله من حوافز متنوعة لتحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي البنوك والشركات في مصر والجهمة بولي بالتنصيق اللازم بين الوزرات المعنية والبنك المركزي والقطاع المصرفي بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات خلال الفترة المقبلة بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادي